حدة الاحتقان تتصاعد من جديد في ريف محافظة تعز بعد يومين من التهدئة حيث استشهد أربعة مدنيين وأصيب اثنان آخرون بتجدد المواجهات بين قوات الأمن ومسلحين من كتائب أبو العباس المدعومة من الإمارات في منطقة البيرين ووفق مصادر محلية فإن قذائف مدفعية وأعيرة نارية سقطت على مخيم الملكة للنازحين في المنطقة ما أدى إلى سقوط الضحايا من بينهم طفلة كانت المواجهات قد اندلعت الخميس الماضي مع اعتراض مسلحي كتائب أبو العباس طريق قوة أمنية في البيرين كانت تتجه إلى مدينة التربة بمديرية الشمايتين بعد أن اندلعت مواجهات بين قادة الأمنيين اعتراض مسلحي الكتائب الذين يتبعون عسكريا اللواء 35 مدرع كان لمنع وصول قوات الأمن إلى الشمايتين بينما قال بيان صادر عن أمن المحافظة إن قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي تدخل في المواجهات التي اندلعت بين القادة الأمنيين في التربة وبين الكدحة الواقعة في شمال شرق مدينة تعز والتربة في الجنوب تتلخص أسباب التوتر في ضل التوجيهات المتضاربة من المحافظ نبيل شمسان ووكيل المحافظة عبد القوي المخلافي ومدير الأمن العميد منصور الأكحلي ووسط كل ذلك يبذل كل طرف جهودا غير عادية لتوظيف الأزمة مع مخاوف من اندلاع مواجهات قد تتسع دائرتها بصورة أكبر وطالب سكان منطقتين البيرين وكلائبة بوقف المعارك وسيروا مظاهرة احتجاجية رافضة لتواجد كتائب أبو العباس السكان اتهموا الكتائب بارتكاب انتهاكات بحق المواطنين وإقلاق السكينة العامة كما وقعوا عريضة تتضمن سلسلة من مخالفات الكتائب وسلموها للجنة حكومية تحاول تهديئة الموقف المستعر اشتركوا في القناة